بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة من دورة تعليم برنامج جورد الاحترافية في هذه المحاضرة رح نشرح المخططات الهيكلية سمارت ارت والمخططات البيانية المخططات البيانية هي عبارة عن تمثيل قيم الارقام برسومات هندسية لتكون اوضح الى العين وليكن انا عندي شركة شركة لتصنيع الملابس تصنع ملابس نسائية وملابس رجالية وملابس اطفال اريد ابين مستوى الارباح خلال سنة مثلا البضائع النسائية ام البضائع الرجالية ام ملابس الاطفال اكثر عمليات الارباح طبعا من قائمة ادراج ومخطط ادنى اشكال لهذه المخططات مثلا رح نختار اول شكل اللي هو اعمدة طبعا كل هن نفس الفكرة هنا كل هاي الاشكال تمثلي ارقام على شكل رسومات هندسية مثلا رح نختار اول خيار اللي هو عمود واول نموذج مثلا موافق طبعا رح لاحظ انه الصفحة رح تنقسم قسمين قسم لبرنامج وورد وقسم لبرنامج اكسل فادت انه برنامج اكسل حتى املي الخلايا بالارقام حتى البرنامج وورد يحول لي هاي الارقام الى اشكال ورسومات هندسية الاحظ انه هنا انا عندي سلسلة واحد سلسلة اثنية سلسلة ثلاثة وطبعا اقدر اضيف سلسلة اربعة وسلسلة خمسة من خلال انه اضغط على هذا الخيار هذا الجزء بالاسفل وامدد طبعا من خلال نضغط على هذا الخيار ونحاول بتمديد السلاسل مثلا انا رح اخلي ثلاث سلاسل والفئات نفس الطريقة اقدر انه امدد الفئات الى فئة خمسة وستة وسبعة وهكذا طبعا الفئات هنا تمثل الفئات اللي هي تمثل القيم في الادنى والسلاسل تمثل القيم في اليسار حتى ناخد مثال انه انا عندي مثل ما قلنا شركة ملابس رح السلاسل اللي هي الانواع تكون مثلا ملابس رجالية وملابس نسائية ومثلا ملابس اطفال اطفال بالنسبة للفئات رح تكون الاشهر رح تكون اشهر السنة مثلا اقول كانون الثاني طبعا نمسح هاي القيم نحددها ودريت من الكيبورد ونجنم لي من جديد مثلا انا في شهر كانون الثاني صار عندي ارتفاع بالملابس الرجالية وليكن خمسمية والملابس النسائية خلي نقول مثلا ثلاثمية ملابس الاطفال انخفاض خلي نقول مثلا مية الاحظ انه الارقام القيم باللون الازرق اللي هو يمثل لي هنانا عدنا على اليمين رح يطيني في الدليل للالوان اللون الازرق رح يكون للملابس الرجالية واللون الاحمر لملابس النسائية وملابس الاطفال باللون الاخضر طبعا انه الاحظ انه اربط اللون يعني بس بمجرد النظر اربط نظريا انه اللون الازرق او الازرق هو الملابس الرجالية فاللاحظ انه الرجالية في شهر كانون الثاني كانت القيمة خمسمية اي انه مرتفعة والملابس النسائية في شهر كانون الثاني ثلاثمية يعني مجرد انه عبر لي في الشهر اللي هي الفئات بقيمة الارباح اللي هي بالسلاسل يعني الخمسمية هنانا هذي عبر لي ياها رياضيا بهالقيمة ممكن في شهر شباط صار عدي انخفاض للملابس الرجالية مثلا مية والنسائية خنقول ثلاثمية والاطفال ميتين وهكذا اكتب بقية ارباح الشركة للاشهر والبرنامج راح يعبر لي عن هاي الارباح برسومات هندسية واللاحظ انه هاي الارقام عبر لي عن هالبرنامج بهذا المخطط طبعا بعد ما كملت عملية ملئ الارقام اغلق برنامج اكسل واوتوماتيكيا برنامج وورد راح يرجع على كل الشاشة ومثل ما تلاحظون انه الارقام عبر لي هالبرنامج باشكال يعني مثلا بكانون الثاني عندي الملابس الرجالية مستواها 500 وفي اذار 500 عندي انخفاض اللون الازرق طبعا لون الازرق اللي هو قلناه الملابس الرجالية وارتفاع قليلا ومن ثم المحافظة في شهر ايار مع شهر نيسان على نفس المستوى ارتفاع بعودة الى الارتفاع بشهر حزيران انخفاض في شهر تموز وارتفاع في شهر هذا فيما يخص المخطط التفصيل حسنا ممكن واحد يسأل يقول يعني انا استخدم فقط بالارباح ناخذ مثال اخر على المخطط البياني مثلا اريد احسب عدد الطلاب الناجحين وعلى الطلاب الراسبين وأبينهم في مخطط بياني وليكن عدد الطلاب الناجحين 100 والراسبين 50 اريد ابين هذه النسب في مخطط بياني طبعا اروح على ادراج مخطط بياني اختار اي شكل من هذه الاشكال مثلا دائري وموافق بعدها اكتب اهنان الطلب الناجحين وهنان الطلبة الراسبين ومثلا الناجحين عددنا 100 والراسبين 50 واقدر الغي بقية الاصناف واقدر بنفس الوقت اقلص اللون الازرق فقط على الصنفين الناجحين والراسبين وألغي الاكسل وبعدين اقدر اضيف النسب راح اطلع لي انه 67% ناجحين والراسبين 33% طبعا اقدر اغير الالوان مثل ما اريد اقدر اضغط على الشكل ومن تنسيق واختار مثلا الراسبين انطي لون احمر والناجحين مثلا انطي لون اخضر وراح الاحظ انه الناجحين احمر الراسبين احمر والناجحين اخضر وطبعا اقدر من تخطيط او من تصميم اقدر اتحكم بالشكل يعني مثلا اقدر انطي بيفل او ما يسمى بالانتفاخات او شكل 3D مثل ما تلاحظون هذا فيما يخص المخطط البياني الحواشي السفلية او ما تسمى بالهوامش طبعا الحاشية السفلية تسمى حاشية السفلية لانها تكون منفصلة عن المتن او عن النصر الرئيسي وتكون في اسفل الصفحة او الهوامش لانها تكون مهمشة في اسفل الصفح طبعا الحواشي السفلية من الامور المهمة في اخراج الكتب والبحوث ورسال الماجستير والدكتورة هي عبارة عن مصادر لأحاديث او اقوال مهمة توضع في اسفل الصفحة مثال مثل ما تلاحظون هذا هو هامش او حاشية سفلية موجود لهذا المكان لهذا القول طبعا وهكذا ممكن ان نلاحظ انه هذا حاشية سفلية اخرى وهكذا مجموعة حواشية سفلية مثل ما تلاحظون هذه ايضا مجموعة من الحواشية السفلية طبعا يوضع رقم بجانب الحديث او الآية او القول ويوجد بالاسفل نفس الرقم ولكن يوضح مصدر الحديث او الآية او القول كيفية اضافة الحاشية السفلية مثلا نقول الحمد لله رب العالمين اريد ابين للقارئ انه هذه الكلمة او هذه الجملة منين انا جايبها هل من عندي يعني من تأليفي ام انه مقتبس هذه الجملة او هذه الفقرة اذا كانت من تأليفي خو ما يحتاج اخلي حاشية سفلية لانها صادرة من عندي اما اذا انا مقتبس هذه الجملة او الفقرة يفضل ان اوضع مصدر لهذا القول اللي انا مقتبسه من اي مكان اه فحتى اضيف المصدر طبعا احدد مكان الحاشية ادراج الحاشية واللي راح يكون بنهاية القول او الحديث او الآية ومن ثم الى قائمة مراجع وبعدها ادراج حاشية سفلية الاحظ ان البرنامج راح يضيف لي رقم بالاعلى ونفس الرقم بالاسفل حتى اوضح اكتب مثلا الحمد نقطي ان شارحه واكتب اثنين اي ان الحمد سورة الحمد الآية الثانية حتى اضيف حاشية سفلية جديدة من خلال مراجع ادراج حاشية سفلية واعرف المصدر اللي اني اريده طبعا هذه بالنسبة للحاشية السفلية او المراجع او الهوامش فيما يخص جدول المحتويات او الفهرست الفهرست هو مجموع مواضيع الكتاب او البحث مع ارقام صفحات المواضيع طبعا الفهرست من المواضيع المهمة جدا في اخراج الكتب والبحوث في حال انه لو اردت اسوي فهرست توجد عدة طرق اما اضيف رقم الى الصفحة من ادراج مثل ما تعلمنا في المحاضرة السابقة رقم الصفحة وليكن اسفل الصفحة ونختار مثلا هذا الرقم واغلاق الرأس والتذيين طبعا نحفظ رقم الصفحة اللي تحتوي على عنوان ونضيف في نهاية المستند او في بداية المستند مثلا في نهاية المستند اجزاء الحاسوب ونخلي نقاط ونشوف مكان هذا العنوان في اي صفحة نجي بما انه مكونات الحاسوب او اجزاء الحاسوب بالصفحة الاولى نكتب مكونات الحاسوب ونخلي هنا صفحة واحد وهكذا نكمل بقية المواضيع طبعا في حال انه اذا كان الكتاب يحتوي على مواضيع كثيرة فسيكون الموضوع صعب جدا في عمل فهرس المحتويات طبعا توجد طريقة احترافية جدا اللي هي من خلال مراجع جدول المحتويات ولكن تحتاج امر واحد فقط تحتاج انه نضع نمط في كل عنوان حتى البرنامج يلتقط هذا النمط ويلتقط مكان تواجده في اي صفحة ويوضع انها في جدول المحتويات حتى نضيف نمط طبعا من الصفحة الرئيسية لدينا هذه مجموعة انماط نختار اي نمط من عندهن وليكن عنوان واحد طبعا حسب عنوان الموضوع انه اذا كان عنوان رئيسي نختار واحد عنوان فرعي نختار اثنيا وهكذا بما انه هنا لدينا العناوين كلها رئيسية فاذا المكونات الحاسوب راح تكون عنوان واحد واولا راح يكون عنوان اثنيا باعتبار ان المكونات هي العنوان الرئيسي والاجزاء هي العنوان الفرعي وهكذا راح يكون العنوان الثاني ايضا اثنيا فرعي وهكذا نضيف انماط الى العناوين اللي يريدها تنضاف بالفهرست او جدول المحتويات طبعا نتكد من العناوين ان كلها مضافة الى انماط بعد ما انضفنا انماط نحدد مكان اللي يريد انضيف بالفهرست او جدول المحتويات طبعا نروح على مراجع جدول المحتويات ونختار اي شكل من هذه الاشكال ويفضل اول واحد مثلا البرنامج راح يضيفنه جدول بالمحتويات ذكي واليكتروني والتفاعلي مثل ما تلاحظون انه العنوان القم واحد الرئيسي خلالنا يا بالمستوى الاول والعنوان الفرعي الثاني خلالنا يا بالمستوى الثاني واضافلنا هذه النقاط مع ارقام الصفحات وطبعا ذكي وتفاعلي انه في حال لاحظ انه الفأرة الفأرة موجودة بصفحة 3 اربعة الفأرة موجودة بصفحة اربعة في حال انه الفأرة في حال انه الفأرة لو فرضا صارت بصفحة خمسة مثل ما تلاحظون انه الفأرة صارت في صفحة خمسة طبعا في هذه الحالة راح تكون اكو مشكلة بالترقيم الفأرة موجودة بصفحة اربعة وبالفعل هي موجودة بصفحة خمسة طبعا بهيتي حالة نحتاج نحدث الجدول اما نضغط كليك ايمن على جدول المحتويات ونختار تحديث الحقل وتحديث الارقام الصفحات مثل ما تلاحظون انه الفأرة اصبحت بصفحة خمسة او نحدد كليك على الجدول ومن مراجع تحديث الجدول هذا فيما يخص جدول المحتويات الفكرة انه فقط يجب وضع انماط الى العناوين اللي يريدها تنظاف بجدول المحتويات وهذه الانماط نضيفها من خلال الصفحة الرئيسية ونختار احد هذه الانماط اما حسب المستويات اما نختار مستوى واحد طبعا نضيف احد هذه الانماط الى العناوين حتى يلتقطها البرنامج ويضيف انها في جدول المحتوى ويفضل ان نضيف في النماط حسب مستوى العنوان طبعا هذه المحاضرة لا تحتوي على تطبيق وتكون للاطلاع والتعلم فقط نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى المترجم الى اللق расск mari بعضو democrats المشروفين والتحويق والعناوين